السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله الفيديو دوت لحضراتك بس مش هترفع على اليوتيوب لان ده مساء مشروع حقيقي وبحث عيني وكده فمفروض انه ما بقاش لأي صور او ليه اي فيديوهات الا بعد ما يتوفع ليه كل حاجة تمام طيب دلوقتي اول مجال الملف هو كان على 2018 في 2017 كان فيه اختلاف بسيط هنرد الوقتي في الاناليسيز كان فيه في الاناليسيز بيجيب لي نتيجة الاثنين وينقرب بينهم الزرار دوت باش تلاقي موجود في ريفية 2018 هتلاقي بداله يعني هما كل شواء بيعدلوا شوية انت سايت انت سايت بيقسم الهتنج كولنج ولايتنج وصراح باش هتلاقي الزرار اللي هو بتاع كومبير وهو صراح كان سهل جدا فهو هكتيرة جميلة جدا وتدسك لغتها زي شغع الفزاري يعني ريتك نخلي فيه طور فيه ويكمله او يكمل شغل ليوكوتكت خلص خلينا نخش نبدأ في المشروع طيب اول حاجة انا محتاجها عشان ابدأ شغل هاجي هنا احدد اللوكوشن بتاعي لان النتيجة تختلش تماما لو انا في مصر او في السعودية او في اوروبا فباجي هنا باكتب كيرو ايجيبت وعند اختارين دفولت سيتي بيبدأ يجيب لي قوائم المدن او بقول له انا عايز الانترنت مابين فبيجيب لي حاجة زي جوجل ايرتس كده اقدر اكتب كلا انا عايز طيب بعد كده هنيجي نقول له ممكن عايزين نشوف الاعدادات بتاعة الطاقة طيب الاعدادات بتاعة الطاقة ممكن نجيبها من هنا وممكن نجيبها من قائمة manage بلاقي project information فبنكتب اسم مشروع طبعا دي كلها كلام ملوش اي لازم خالص اللي لازم بالنسبة لي energy setting بدخل هنا بيقول لي انت عايز تعمل energy اللي بي الزبط هي المبنى الحوايط واللي بواب والشابيك والحاجات القديات ولا عايز تعمل للمس ممكن يكون انترسل بتبتدي وعم بشراس محلقة للمس وعايز تعمل تحليل وتعمل كذا ماسك من قراب بينهم او تقول له استخدم الاثنين زي ما انت عايز ground plan level 1 2 3 ممكن 1 و 2 دول بزمنت و 3 هو ground فبيقول لي عايز تحسب من اي واحد يهم خلاص صح سمي لازمك البروجيكت فيس ممكن يكون عندي قصة فيس ويكون كله شغل على فيس تانية ولاي ان شغل تضع فلازم احدد ان فيس اللي انا اشتغل عليه اللي عندك space و surface و zone depth تبدأ تختارهم وبعد كده هقول له edit بيقول لي chp 9 موضوع l із الاسبوع وكم ساعة في اليوم. يعني هنا 24 ساعة في 7 ايام. انها في عندي يوم اوف ايه وين اوف اوف ايه وين اوف اوف ايه وين اوف ايه. طيب. الاكسبورت كاتوبري هتصدر بالروم ولا باللسبيس. بيدخل المعلومات اكثر. الروم بيدخل بس طوله عرضه الارتفاع. انما اللسبيس بيدخلي اكثر. خاصة بالفتيف وخاصة بالقهرباء. نسيب شوال طيب. انت مثلا الحواطر الخارجية هتبع عن ايه. الحواطر الداخلية. الروف. الفلور. الاسلاب. جرازنج. السكاي. لايت. الشيد. الاوبنينج. اقول له اوكي. السكماتك طيب. بيلدنج. اتمتج هنا بتلاقي. بتدار نتعمل مجموعة جديدة. وتقول له ان الروف مثلا هتبقى مثلا. البيت يو بتاها يبقى ايه. اليو فاليو بتاها يبقى ايه. وهتفط دار تختار. هناك شي", بينما يفعل الاسخ صباحه تقوير إذا امزل المبارك ف pile ميس علاج الأقل الاسباس دي زي الروم بس بيبقى فيها معلومات اكتر انا عملت الاسباس بتاعت كل الغرفة يعني بفرد انها مش موجودة او في اي غرفة زيادة بس للتوضيح مثلا زي ديت عايزين ندف الاسباس بقول له انا الاساسي بقول له اسباس وبرحط الاسباس بشكل كده لما باجعمل سيلكت الاسباس وبدخل هنا في الخصائص بلاي انها بدي لي خصائص كترة جدا للغرفة ديت زي اللايتنج بتاعيكها بتفصيل البيمانشن المكانيكا الفلور الانيرجي اناليس تمام تبدأ بتشوف ايه الاعداد بداعتها زي مثلا بس طيب البيلدنج هيدا بتعمل واحدة جديدة او تختار من اللي موجودين هنا دول حسب نوع النشاط اللي موجود هو اوتوماتيك بغير لكل القيام اللي مرتبط بيها الاشخاص اللي موجودين تحسبها باني حاجة ممكن تقول له و تقول له مثلا عدد الاشخاص اللي موجودين في المكان او تقول له عدد الاشخاص موجودين في الارجا ايه شخص مثلا لكل اثنين متر مثلا و هكذا طيب قلينا نمس حدية فمهم جدا ان احنا نعمل موضوع الاسبيس طيب ممكن بردو نعمل زون الزون عبارة عن ايه؟ ان انا بجمع اسبيس مع بعض انا اعايز اعمل زون طيب هو احطه بشكل او تقول له اعايز نشوف الزون هتلاقيها اتشفاك زون تمام يا بتعلم عليها صح ايه ايه طيب ممكن نقول له ادي الزون وتقول له Add Space وتبدأ تضيف الاسبيس اللي انت عايزها بحس في الاعدادات انت بشوفوا طبعا الزونات اللي مرتبطة ببعض مثلا الزونة دي و الزونة دي كلهم بياخدوا من نفس الماكنة او بنفس الاعدادات او كده ايه باب انا عندي الحطة دي هو بش معتبرها Space طيب ازاي خليها اعتبرها Space اجي هنا Space operator و اروح اعمل من هنا كده طيب طيب كده انت عملت الاعدادات اللي لو صدرتها لأي برنامج يبدأ يجيب لك القيم اللي انت محتاجها طبعا يعني كده خلاص انت عرفته على الزونات وعرفته على الزونات وعرفته على الزونات وعرفته على الاعدادات وهو الحاجات دي كلها لو صدرت الجي بي اسي ميل اللي هو ده طيب هو بش ظهر خلينا نشوف في السريق دي اتبعلك معي ايه مفروض يتبعلك كل حاجة يعني غلطة من عندهم لان التصدير بيحصل للمنى كله لو صدرت الجي بي اسي ميل اي برنامج برامج التحليل بيبدأ يشوفه بيدين اختيارين لان ما نصدر الانيرجي سيتنج تشوف الاعدادات دي ايه او انا عايزة تصدر لتقيم بتاعت الروم والاسميس فتشوف دي ايه بيصدر لك ملاف اي برنامج زي تزاين بلدر يبقى المعلمات دي والشتغل بعدي طيب ممكن اقول له هو بيبدأ يعمل الحسابات بتاعته للنشوات والدتيل هنا بيبدأ يعمل للزونات واللسبيس الموجودة كل الزونات واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة طيب هتقول له كالكوليت خلي بالك هنا بيقول نوع الوفيس المكان فيه الليفل هنا الريبورت طيب سيمبل سيمبل يعني هتعمل لك تقرير بسيط جدا بس هو حتى تقرير بسيط في المعلومات اللي احنا محتاجينها طيب بعد كده ممكن تستخدم في موقعين على النيت بياخدوا منك المعلومات بيبقى ليهم زي موجودين هنا في انالسيز اللي هو الانسايت بيبدأ يرفع الكيام ويبدأ يقرن بينهم والصراحة لدابة عالي جدا او الجرين بيلدنج من برضو الكيام كويس جدا يبدأ ياخدوا يبدأ يقرن لي لو انا غيرت الماتيريا اللي في واحد فيهم للاخر النتيجة تبقى عاملة الزر ده من الحاجات اللي هو الانسايت والجرين بيلدنج وانا بعت حضراتكم الرابط بتاعه ان شاء الله